تصعيد صهيوني جديد ضد قطاع غزة المحاصر خرق هدوءا حذرا هناك لم يقطع الأسبوع الواحد نتيجته قصف وغارات على مواقع للمقاومة الفلسطينية وضحايا مدنيون في صفوف الفلسطينيين جيش الاحتلال أغار على ثمانية عشر موقعا تابعا للمقاومة الفلسطينية من بينها نفق في حي الزيتون باتجاه الأراضي المحتلة كما استهدفت الغارات موقعا عسكريا في منطقة نتساريم تابعا لكتائب القسام وأراضي زراعية بالقرب من موقع ناحي العوز العسكري الصهيوني شرق مدينة غزة التصعيد الصهيوني هذا جاء بعد حدث وصفه قادة الاحتلال بالحدث غير الاعتيادي وهو إصابة أربعة من جنود لواء النخبة جولاني في جيش الاحتلال بينهم اثنان إصاباتهما خطرة بتفجير في دورية للجيش قرب السياج الأمني داخل الأراضي المحتلة شرق خان يونس صحيفة يدعوت أحرنات العبرية قالت إن من بين المصابين ضابطان أحدهما في الهندسة الحربية والآخر قائد فصيل بلواء جولاني وهو ما دفع رئيس وزراء الاحتلال بنيمين ناثنياهو الذي يشارك في مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا إلى التنديد بما وصفه ردا قاسيا على إصابة جنوده وفي تطور نوعي في سيناريوهات المواجهة مع الاحتلال أعلنت كتائب القسام أن مضاداتها الأرضية تصدت للطائرات الصهيونية وهو رد شكل صدمة في صفوف القيادة الصهيونية العسكرية والسياسية وخلط الأوراق وربما غير الموازين والذي أكدته تصريحات قيادات الاحتلال الغاضبة المنددة والمهددة بالرد القوي على تفجير العبوة قابل ذلك بيان شديد اللهجة من المقاومة الفلسطينية في بيان لكتائب القسام أعلنت فيه رفع درجة الاستنفار في صفوفها لرد على أي عدوان صهيوني على قطاع غزة اشتركوا في القناة